طور الزومبي هو أفضل شيء بالنسبة إلي في لعبة Call of Duty وأظن عدد كبير منكم رح يتفق معاي بهذا الشيء وهالسنة مع نزول جزء Call of Duty الجديد Modern Warfare 2 ما في زومبي لأن أجزاء Modern Warfare دائما ما فيها زومبي صح؟ لا هذا الشيء رح يتغير حالياً عنا تسريبات جداً جداً قوية بتأكد أن طور الزومبي رح يرجع على Call of Duty بجزء Modern Warfare 2 إيه هذه لأول مرة بالتاريخ رح نشوف زومبي بجزء Modern Warfare تسريبات جداً قوية رح أذكرها كلها بهالفيديو ونحللها مع بعض فيلا خلنا نبدأ قبل أن نبدأ هذا الفيديو برعاية ريزر وفيه giveaway مقدم منهم شركة ريزر معروفة بأنها أفضل شركة بتصنيع كل مستلزمات الألعاب ومن جديد نزلوا أحد أفضل موسات الجايمينج على الإطلاق ريزر Viper Ultimate وبتصميم رهيب من لعبة Cyberpunk 2077 هذا الموس ويرلس وبيدعم خاصية اسمها HyperSpeed واللي بتخليه أسرع من أي موس ويرلس موجود في العالم غير أنه بيدعم خاصية الأوبتيكل سويتش يلي بيخلي سرعة الضغط على الأزرار مساوية لسرعة الضوء وبيدعم دي بي آي 20 ألف وفوق كده وزن الموس 76 جرام هالمزايا بتخلي الموس الأفضل لألعاب الشوتينج وألعاب الإي سبورت على البي سي والماوس بيجي معه قاعدة جميلة عشان تقدر تشحنها وشحن البطارية فيه بتستمر إلى 70 ساعة وفيه جيفووي على الموس إذا حابت تدخل بفرصة الفوز فيه كلا عليك تسويه ادعم فيديو بزر اللايك اشترك في القناة واترك أي تعليق مع وسيلة التواصل معك ويلا خلا نبدأ بالفيديو اشترك في القناة موسيقى نفتح البوكس وبعدين نبدأ بالمعلومات طيب الآن عندي فلوس أفتح البوكس خلنا نشوف أسلحة إيش رح يحط ببضبط أي جزء أوه من بداية هريغن يا السلام طيب في واحد على تويتر داتا ماينر يعني شخص فينو يدخل بملفات اللعبة ويخترقها ويشوف كل شي موجود فيها دخل بملفات لعبة مودر ووفر 2 لأن طور القصة نزل سويت بث كامل ختمته فطور القصة نزل في اللعبة فهو اخترق ملفات اللعبة ودخل عليها ولقى هذه الصورة اللي شايفينها قدامكم طبعا هالصورة للأطوار اللي موجودة بمودر ووفر 2 مشوف تيم ديثماتش دوميناشن نوكداون كل أطوار اللي شفناها بالبيتة وغيرها بس الشي الغريب انه فيه زومبي مكتوب فيه طورين زومبي عرفة زومبي غريب خلاص زومبي الغريب ضجر المترجم للقناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موجودة في الانجل او محرك اللعبة ونستيوشيلوها بس كولد وور يلي كان فيها الزومبي اوت بريك والراوندات ما كانت على نفس انجل مودر وورفر فمو بالمنطق انه صورة تروح لهناك فشي غريب انه يكونوا هالصورة موجودة بمودر وورفر بالذات انه مو بس كلام مو بس والله مكتوب انه في الزومبي وخلاص لا فيه لوغو فيه شعارات مثل مشايفين الله سواو سقت الراوند هاذا الراوندو كلاب ولا ايش ليش الموسيقى كذا رهيبة والله موسيقات مودر وورفر 2 الاصلية خرافية طيب بعدين في المسرب توم هاندرسن كتب مقالة هو يعني مسرب معروف كمان يعتبر اعلامي كتب مقالة قال انه غرد من السنة الماضية من عام 2021 غرد وكتب انه مودر وورفر 2 الزومبي من سنة فيانا قاعد ايكد على الكلام الان الله الله ماكس آمو دبل بوينتس و انستكل كله مع بعض حوالي اشتركوا في القناة 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 بلاكوبس كولد وور نزلت عام 2020 وبكل صراحة هذه اخر زومبي لعبناها الى الان ما اعتبر فانغارد زومبي فانغارد اظن ثلاثة اربعة لعبين الزومبي اذا مو اكثر سحبوا عليهم ما لعبوها فراح يكون وقت جدا طويل بدون زومبي من 2020 الى نهاية 2024 تقريبا خمس سنوات او اربع سنوات بدون زومبي عبين ما تنزل لعبة بلاكوبس القادمة فما اظن اكتيفجين ستخلي لعبين الزومبي ينتظروا اربع سنوات عشان يلعبوا الزومبي فايه اكيد رح يكون في زومبي بس مو مع نزول اللعبة مو مع نزول اللعبة مودر وورفر 2 بعد يومين لان اللي ما يدري تقريبا في تسريب شبه مؤكد ان مودر وورفر 2 رح يتم دعمها الى سنتين اي يعني هنلعبها السنة والسنة القادمة سنة القادمة يعني ما سيكون في لعبة كول اوف دو تشديدة لا لعبة بلاكوبس القادمة رح تكون لعام 2024 فاكيد خلال هالسنتين رح يكون في زومبي بس ما نعرف كيف هيكون الزومبي هاد رح يكون طور بمودر وورفر 2 يعني لازم تشتدي مودر وورفر 2 عشان تلعبه ولا رح يكون جزء من الوارزون او جزء من الطور الدي ام زي الجديد يعني هيكون مجاني او رح يكون لعبة مستقلة جديدة بالكامل زومبي لان حاليا جميع ايزاء لعبة كول اوف دو تي صارت على انجين واحد حتى لعبة بلاكوبس القادمة رح تكون على انجين مودر وورفر فممكن الالعاب حاليا كلها على نفس الانجين عشان كذا طلع بالغلط بملفات مودر وورفر 2 انه في زومبي لانهم كلهم بنفس الانجين طيب انا عندي كثير فلوس فخلنا اشرب بالبركات على الاقل هذا حطت البركات الاربعة الاصلية بس يعني حتى استمنب البركات الخمسة الاصلية ما له ضايف اي بيرك زيادة طيب ممكن حد يقول انه كيف مودر وورفر فيها زومبي انه ولا مرة شفنا جزء مودر وورفر فيها زومبي هالكلام صحيح بس حاليا جميع اجزاء كولوف ديوتي او جميع قصص كولوف ديوتي بعالم واحد من كولوف ديوتي في هانجرد اللي ما يحنا تلعبه الى بلاكوبس كولد وور ومودر وورفر 2019 والجديد كلهم نفس القصة بس باوقات مختلفة وقصة الزومبي الجديدة اللي ادري الى الان ما شرحتها بنفس العالم ما هو بعالم مختلف نفس الاجزاء القديمة لا اصلا مودر وورفر 2019 اللي نزل من سنتين ثلاثة كان رح يكون فيه طور زومبي ايه وهذه الصورة مثل ما شايفينها قدامكم هذه الصورة رسمية كانت لطور الزومبي بمودر وورفر بس بعدين الشركة قرروا انهم يكنسلوا وشالوا من اللعبة اوه شو الشي اللي هناك في شي هنا شو هذا اوه اوه تلسلوا هلأه اوه اوه انا حسناً، 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 أتخلصت من كل التسريبات، هذه كل التسريبات التي أطلعت عنها إلى الآن فهي شباب، كذا كنت وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى تشاركونا بالتعليقات، رأيكم، ما تظنوا الزومبي سيرجع بأي طريقة؟ هل سيكون لعبة مستقلة، أو سينزلوه بعدين بحزمة بـ Modern Warfare 2، أو سيكون عن طريق الـ Raid، أو الـ DMZ، أو الـ Warzone؟ في عدة خيارات، بس الشي الأكيد أنه في زومبي، بس ما بنعرف كيف رح يجي، فأدمنى تشاركونا بالتعليقات، شو الشي اللي بترشحوا أنه رح يصير ولا تنسوا تدعم الفيديو، زر اللايك، وشاركو بين أصحابكم، اللي يحبوا Call of Duty والزومبي وبس، كان معكم بشاركة يال وشاركة كي، شوفكم بديها الثاني إن شاء الله، مع السلام موسيقى